وضف وزير الخارجية سمح شكري أنه تناول مع الجانب التركي عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وشدد شكري خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة إيقاف الحرب في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية مشيرا إلى أن استمرار الحرب على غزة وتهجير الفلسطينيين أمر مرفوض كما دعا شكري إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس يكون هناك بصار سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وأن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية الخدس الشرقية لا يمكن أن تستمر حلقات الصراع، حلقات الانتقام المتبادل، حلقات العنف بدون أن نصل إلى ما توافق عليه المجتمع الدولي ما تم إخراره في مقررات الشرعية الدولية من أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحفاظ على حقوقه المشروعة والخروج خارج دائرة الصراع وما يأتي به من أضرار بالغة على شعوب المنطقة اشتركوا في القناة